اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهي جيدة وصالحة لكل شيء جديد اما بالنسبة للقمر طبعا بما انه موجود بالجوزاء فزي ما حكينا انه تأثير القمر على جميع الابراج بهاي اليوم في هذه الفترة مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعدة او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا اول زاوية هي زاوية من الزوايا البطيئة هي راح تكون تثليث ايجابي زاوية تثليث ايجابية بين الشمس واورانوس وها راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وخمس وعشرين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على الادراك الجيد وبتضفي جاذبية على شخصيتنا كما انها بتعزز قوة الحدث لدينا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية راح تكون بين القمر والزهرة وهاي راح تكون في تمام ساعة ستة وستة واربعين دقيقة صباحا اكثر المتضررين اللي بيكون لهم عندهم مشاكل عاطفية اذ بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب اما بالنسبة للزاوية الاخيرة اللي راح تتشكل خلال هذا اليوم هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين نبتون وراح تكون في تمام الساعة 11 و58 دقيقة ظهرا بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم مهمي من نسج خيالهم بعيدا عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين طبعا بالنسبة للقمر هو في الجوزاء خلو المسار القادم راح يكون يوم 29-12 بيبدأ في تمام الساعة 3 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 10 و28 دقيقة ظهرا لا ينتقل برج السرطان أما بالنسبة إلى عمر القمر القمر انحسار المكتمل 14 يوم في تمام ساعة 21 و21 دقيقة ظهرا بيصبح 15 يوم نسبة الإضاءة 92% وصلنا إلى مزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 19-1 مزاجها اليوم سعيد بنسبة 85% القمر في الجوزاء حتى يوم 29-12 منتحس بنسبة 30% عطارد في الجدي حتى يوم 8-1 مزاجه سعيد بنسبة 45% الزهرا في القوس حتى يوم 8-1 منتحس بنسبة 12% طبعا اللي بيسألوا شو سبب انتحاسة الزهرا الزهرا بتشكل الآن زاوية تربيع وبتشكل زاوية تقابل فهذا السبب اللي بيضعف حضوضها المريخ في الحمل حتى يوم 7-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات القصيرة بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسئوليات على أنواعها فلا تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض بتكثر الزيارات والتنقلات برج الثور بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم اتجنب النفقات اتجنب النفقات ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات أو لاستحقاقات مالية اتجنب نزوات التسوق حاذر تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات ممكن تنشغل بمسائل مالية متنوعة برج الجوزاء انتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وانجازاتكم الكثير وانجاز الكثير منها بتلمس انفراج وبترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ بتواجه الوقاع بمنطق وعزيمة وبتتلقى جواب هاي الفترة بتتوضح لك الامور بانتظارك لقاء مرحلة جديدة برج السرطان بينال التعب منكم لليوم الثاني على التوالي ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالانفعالات خذ قسط من الراحة بلانو ممكن انك تشعر انها هاي اللحظات شوي صعبة حاذر من الفشل او الالتباس او التراجع الصحي برج الاسد ابتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا لأصدقاء هاي الفترة مناسبة لطلب استشارة او تأييد احدهم لن تنجز عملك بشكل كامل دون واسطة او تدخل احدهم استشير اهل الاختصار ابتطمئن مخاوفك وممكن تفرح لحمل التأييد ودعم لقضيتك لا تستسلم بل تفائل بالخير برج العذراء حافظوا على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم افضل ما لديك لعلك تحقق انجاز او تحرص تقدما مفاجئ كون على قدر المسئولية وما تتردد بطلب رأي او مساعدة احدهم اليك دع خجلك جانبا وعبر عن اراءك بثقة وجراءة واتجنب الكلام القارص برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان او مقابلة بده يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ابحث عن الحلول اللي بترضط الاخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما بتكثر الانشغلات الادارية حاذر من المتاعب الصحية مرج العقرب ادخلوا التعديل المطلوب على اموركم المالي المشتركة سارع لترتيب اوراقك وملفاتك تحتاج لخبرة احدهم لانقاذك من ورطة اهمش انك ما تبقى وحيد ولا تتقوقع شارك في كل الانشطة وبادر لتصحيح الاخطاء برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل او العاطفة هاي فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسئوليات بتعيش لحظات صعبة ومحرجة بتعاكسك الظروف وبتظهر معاكسات كبيرة تعتبر من اصعب ايام الشهر لا تخالف القوانين ولا تكون ساخر برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذر من تراجع صحي وباكر لعملك واترك مساحة للغير للتحرك باستطاعتك حسم الامور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة اذا كنت مستعد لذلك برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا بتكثر التنقلات والزيارات او الاتصالات وبتتحسن الاجواء نسبيا ممكن تعيش فرحة ونجاح لكنك ممكن تضطر لمساعدة احد اولادك او احباك بفاجأك احدهم بالوقوف لجانبك فكون شاكر له ولا تنسى رد الجميل برج الحود بتنهمكو بامور الها صلة بالبيت والعائلة بتخصص وقت مهم للعائلة ولشؤونك الخاصة لا تتسرع في الحكم على الامور وعلى الاشخاص بتعاني من سوء التفاهم والشك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان 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 ا